اشتركوا في القناة اهلا وسهلا سي يونس مرحبا مؤخرا رجال تعليم تعرضوا الوحد الضجاف وسائل تواصل اجتماعي حول مشاربتهم في الاحصاء كيف تشوفوا وشنو يعني تعليقكم على هاتش اعتقد بانه ضجاء لا معنى لها لانه نساء رجال تعليم منذ يعني عرفنا الاحصاء في المغرب ونساء رجال تعليم كيشاركوا في الاحصاء وبأعداد كبيرة جدا ربما هات الاحصاء هو اقل عدد مشاركة للنساء ورجال تعليم بحيث انه اليوم النسبة الغالبة دي المشاركين هما من الطلبة ومن المعطالين وكذلك من الموظفين دي الباقي القطاعات وواحد قريبا سبعتاشر الف حوالي سبعتاشر الف دي النساء ورجال تعليم مني بشاركين في الاحصاء وابتالي اعتقد بانه هات ضجة كلها لا معنى لها وفي نوع من التحامل عن النساء ورجال تعليم يعني شنو الجديد زماكينة شنو وقع حتى الامر عادي كنات نشوفو يعني في طيلة هاد الاحصاءات اللي دازو شي سبعت الاحصاءات تقريباً ما عمر كناد النقاش وشنو الجديد واش بسبب يعني الازمة اللي عرفها تعليم في السنة الفاريطة وشنو كنت تشوفو لانا اعتقد تم استغلال اراء ورأي دي البعض الرفاق اللي كان قدروهم وكان احترموهم عبروا على رأي اكيد بانه هات تعبير الرأي كدلك عرف بعض الانزلاقات بعض الاستعمال بعض الكلمات اللي ما كانش في محلها وتم الركوب على هاد الشي من طرف يعني مجموعة من اجل انه يعني يكون هجوم على نساء ورجال التعليم لانه كان عرفوه اليوم نساء ورجال التعليم بعد المعركة اللي اخذه السنة اللي فات ثم بعد النقاش اللي كان حول النظام الاساسي فاعتقد بانه اليوم كتزاد الحملة ضد نساء ورجال التعليم اللي كيفما قلت تم الركوب على طريحات ونقاش ورأي اللي ما يحقق الجميع انه يدلي برأيوه هم اليوم كان اعتبر بانه النيقاش الحقيقي ما نحنه في هذا الموضوع هو حول مدرسة العمومية حول النقاش حول مدرسة العمومية كيف ممكن اهلهم دراسة الحصول بأنها تويصل ليسوا اللي سيكون فعلا على التنمية في المغرب وطبعا النقاش حول مدرسة العمومية كان كان هذا انه شأن مجتمعي والجميع منحقوا انهم خارط فيه وكل منحقوا انهم يعبر للرأيوا به ولكن بدون الفعل بدون توطر بدون هجوم على طرف الفاعل الأساسي في كل إصلاح العصب دي الإصلاح هم نساء ورجال التعليم وأكيد بأنه النقاش مرحب والآراء المختلفة مرحب بها ولكن دائما في إطار الحترام دي البعض أذكرتي مصطلح هجوم يعني في الغالب كانت نشوف أنه هذا الهجوم على رجال ونساء التعليم كان من الحكومات المتعاقبة من الأحزاب الموالية للحكومة يعني نادرا ما كنات نشوف فاعلين حقوقيين هم اللي كيشنوا هذه الهجمة يعني واش علاش كيف تنقولوا هالتطاول على رجال التعليم من طرف هذه المكونات بالضبط يعني مكونات حقوقية هو نساء ورجال التعليم عبر التاريخ دائما كانوا هم الفاعلين لمن داخل المدرسة العمومية كمناضلات ومناضرين مش فقط كمدرسين معنا كانوا دائما حاملين رسالة لأن تعليم معمره كان مهنة ميتياد إكزيكوسيون الناس ينفيدون بل كانت عندهم أفكار كانوا كيساهموا في الرفع دي المنسوب الوعي من داخل المؤسسة التعليمية وكانوا كذلك فاعلين في المجسامع الجمعيات الحقوقية نفسها من الناس اللي أصوا الجمعيات الحقوقية والفعل الحقوقي في بلادنا هم نساء ورجال التعليم العمل الحزبي المناضي التقدومي الياساري نساء ورجال التعليم العمل النقابي الجاد المسؤول المكافح نساء ورجال التعليم كذلك الجمعيات اللي كانت تنشط كمؤسسات موازية لتنشئ الاجتماعي نساء والجل التعليم من ابنائها وساهموا في بنائها وبالتالي دورهم كان دور ريادي طالعي وغادي بقى كذلك أعتقد بأنه اليوم أخصنا نميزه لأنه كي لي كي عبر على رأي وكنحترمه وكنقدره كيفما قلت بأن عرف بعض النزلاقات عرف بعض التستعمال بعض الكلمات اللي مكانش في محلها ولكن في جهة أخرى نفس الأطراف اللي كانت كتهاجم مرها ما زال كتهاجم واحد الاتجاه يقولك بأنه هذا الهجوم هذا هو رد فعل رد فعل من طرف واحد الفئة معينة سياسية هم النهج والعدالة والتنمية بحكم أن الحكومة قصات عدد كبير منهم من المشاركة في الإحصاء واشتا تشوف هذا الطرح صحيح أنا ما عنديش فحق هذا المعطية يدير أنه تم إقصاء الناس من الإحصاء منسبة لي يعني باش نتكلموا بوضوح يعني الرافق غالي لما دارت دوينات تكلم على الناس اللي مشاركين في الإحصاء عبر على رأيي ولكن كيفما قلت أنا أعاتبه على استعمال بعض الكلمات اللي كانت مستفزة واللي استفزت نساء ورجال التعليم أما أنه موضوع فيه تصفية حسابات أو فيه خلفية سياسية نظرا لإقصاء البعض أو كذا في الحقيقة ما نقدرش نعطي رأيي فيه لأنه ما عنديش معطاية ضيقة حول فعلا هل تم إقصاء المعنين بالأمر واش تم إقصاءهم أم لا نعم كين طرح آخر كي يهدر على أنه كانت الحكومة أولى في عوض ما تأخذ هذه 17 ألف تاريجا للتعليم تأخذ المعطلين وصحاب الشواهد يعني تحاول هم اللي يتدخلهم هذا ويستافذوا تهم من ذلك المقابل ويتكونوا وماذا تحويش؟ أنا بالنسبة للمعطالين الحل الإشكال المعطالين في المغرب ليس هو الإحصاء أو يخدمون فترة الإحصاء لمدة شهر ويأخذوا تعويض حل جدري ليس حل بريكولاج لذلك لا يمكن أن نتحدث عن حل الإشكال المعطالين في المغرب من خلال الإحصاء ولكن رغم ذلك كما قلت لك في البداية هذه أول سنة لك تعرف هذه النسبة المشاركة للطلبة والمعطالين بهذا الشكل كبير يعني كثير من 50% قريباً من المشاركين في الإحصاء هما من الطلبة ومن المعطالين والباقي هو مزعم بين كل فئة الموظفين ومن ضيمهم نساء ورجال تعليم ثانياً أنا كان أعرف وعندي معطايات بأنه وزارة التربية الوطنية ألحت على أنه ما يكون شتأثير الإحصاء على الدخول المدراسي وتم الاتفاق مع المندوبية السامية أنه يكون واحد العدد محدود للنساء ورجال هذا الحاجة لهم انطلاقاً من أنهم يشتغلوا في المؤسسات في العالم القراوي عندهم معرفة وجريبة بالمجتمع وبالمحاية ديال المؤسسة عندهم امتدادات كينتقى كذلك ديال المجتمع في نساء ورجال تعليم في أثناء لحظة ديال الإحصاء وبالتالي أعتقد بأن الحاجة لهم كثير من أنه الرغبة ديال النساء ورجال تعليم في المشاركة نعم يعني أنت قلتي بأنه هذا شيء ما غير يأضطرش أو بصيغة أخرى وش ممكن أنه هذا الإحصاء يأضطر على الدخول لأنه تاهد الناس اللي داروا هذا الهجوم كان الحاجة اللي كرفعوها بأنه رأى الدخول المدراسي ورغى نضيع عولدة الشعب يعني كان عندهم مبرير قوي ومعقول وماذا تشوفوا بأنه هذا الإحصاء وهذا الناس اللي غير يمشي ويخدموه في الإحصاء ويأطروا على السير العادة عن الدخول المدراسي نهائيا لن يؤثر على الدخول المدراسي أنا كيفما قلت لك 17 ألف موزع على كل جهة ديال المغرب موزع على كل أقاليم وموزع لكل مؤسسة تعليمية اللي كينا في المغرب وما غادش تلقى في مؤسسة تعليمية ثلاثة أربعة ديال الأساتيدة أو اللي مشاركين في الإحصاء معنى أنه كان عدد محدود وأستاذ أو 1 myselfulation من كل مؤسسة اللي مشاركين في الإحصاء هذا من جهة من جهة أخرى اللي ت必 indic shine وعيدупعون الناس اللي كيقولون بأنه هذا الشي غير أطرع للدخول المدراسي أن نساء ورجاء التعليم هم للدائما أن ينجحوا الدخول المدراسي وهذا السنة هم الغير發 Schluss سنويا كان خاصه كبير ديال النساء والرجاء تحليم سنويا كانت الأستاذ في الدخول المدراسي كيريش تقسم ديالو كيريش تقسم آخر لأنه ينجح الدخول المدراسي التشاركي يوقع سنويا سنويا أستاذ يشد قسم متعدد المستويات من الثالث حتى السادس أو بعض الأحيان من المستوى الأول إلى المستوى السادس لأنه ينجح الدخول المدراسي في انتظار أنه وطيرة هذة الفترة لسبتمبر كدار واحد العملية دي الإعادة للانتشار اللي كتتأخذ واحد لمدة طويلة معنا أنه نساء ورجال التعليم هم من ينجح الدخول المدراسي من خلال مجهود ديالهم من خلال إيمانهم بهذه الرسالة اللي كيقوموا بها وكيف ما قلت في البداية لأنه كيعتبروا بأنه ماشي مهنة هذه الرسالة اللي كيؤديوها من خلال العمل ديالهم كسؤال آخر سيونس ما تتشوش أنه كان أولى هذا النقاش اللي درناه مشاركة رجال التعليم في الإحصاء كنا نحولوه لنقاش آخر هو المدراسة العمومية ومعاناة المدراسة العمومية لأنه اللي تنشوفه دبا غالي في المؤخرا يعني قاع الهيئات سياسية بحل هذه الميلة في هذا ما بقاش تتخليه ولا تتناقشه وتب نقابات نائق واحد نقابات تعد على رؤوس الأصابع اللي بقا تتناقشه نعم لا تشوفش الطرح هذا؟ تماما هذا هو النقاش اللي منفروض كيف ما قلت في البداية النقاش حول الدرسة العمومية هو نقاش مجتمعي مفروض نخاطفي الجميع خارج لغة الفعال خارج ردود الأفعال وطفية الحسابات في بعض الأحيان ولكن ما يكونش نقاش ستحين كون نقاش في العمق اللي هو هذا هو أن الدخول المدراسي عندنا في المغرب دائما بعدها يطرح إشكالات متعددة متعلقة بالخصص الكبير في العدد دي الأساس إذا هاد السنة يكون عندنا واحد الخصص مو هو غير مسبوق في الأطور دي الإدارة التربوية غلقوا هاد السنة مديرين شادين جوج المؤسسة ثلاثة المؤسسات غلقوا ناس دي الاقتصاد مثلا يشادين على الأقل ثلاثة ديال المؤسسات هاد شي ورق سهضروا في الناس وهاد الأطور كيديروا هاد العمال معنى كين جوجوا الدخول المدراسي ثم نقش الخصص الكين على المستويات نقش أن اليوم لدينا 20% الأقسام في العالم القراوي هي أقسام متعددة المستويات نقش الاقتضاد الذي لدينا داخل المؤسسات نقش التوفير الكتب المدراسية هذه القضايا يجب أن نقش في الدخول المدراسي ثم نقش أعمق من هذا الشيء نحن نحن نحاول أنه أسسنا ما سميه بالاقتلاف العمومي للدفاع عن التعليم العمومي وهذا الاقتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي انطلاقة من قناعتنا أن هذا ليس شأن النقابة بوحدة ليس شأن الجمعية ليس شأن المجزمع كله لأنه تشوف بلدان المتطورة بلدان اللي ينطالق من الرأس من نفسه ما عندهاش هذه النسبة للخوصصة للتعليم اللي احنا غادي نفيه بشكل خطير جدا كيف أنه اليوم كي نوع من فقدان الثقة في المدراسة العمومية وهذا شيء ممكن يدار إلا بواحد المجهود بواحد الإرادة السياسية أولا ديال الدولة والذي يجب أن نفرضوها كقواة ديمقراطية لقاول الآليات كيف أنه ممكن تكتلو باش نفرضو هذه الإرادة السياسية ثم نساهموه في الطرح ديال البدائي اليوم عنا نقاش حول مناهج مناهج التي لم تراجع بشكل معمق منذ ألف نجوش إلى الآن اليوم عنا إشكالات كبيرة إشكال مثلا البكالوريا اللي داز إنابراسيون نسا ما نقشوش بما فيه الكفاية هو المقارنة ما بين نتائج المراقبة المستمرة ونتائج الامتحان عنا واحد القابة بالسسين في المائة وهذا السين في المائة جاء أساسا من اللي كيوقع داخل المؤسسات الخاصة كيف أن نتلميز كتلقى عنده 19 في واحد المادة ومن اللي كيجي نتحان كيجي بربعة ثلاثة هذي إشكالات اللي خصنا نقشوها دونك كينا قضايا اللي منفروض أنه تاخد هاتيمام أكبر واللي الفاعلين كلهم يهتموا بها واللي الهجوم أو اللي النقاش الأساسي خصو ينصب حولها ونساء والرجال تعليم معنيين بهذا النقاش ومن خارطين فيه ولكن ماشي بوحدهم لأن الفاعل الأساسي واللي دائما كنقولوها اللي إذا لم يعبأ حول موضوع إصلاح من دراسة العمومية رغد يفشل أي إصلاح هو نساء والرجال تعليم نساء والرجال تعليم على مستوى تحفيزهم على مستوى وضعهم المادية وضعهم الاجتماعية وكذلك على مستوى انخيراتهم ومشاركتهم وإشراكهم في كل إصلاح بداغوجي ترباوي في المناهج إلى آخر سيونس شكرا جزيلا شكرا باسمكم مشاهدين الكرام نشكر يونس فراشين الكاتب العام للنقابة الوطني للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالي الديمقراطي للشغل اشتركوا في القناة